الخطأ الفني المفاجئ ونتحول الآن إلى زين العبدين شكرا جزيلا سارة وبانتظار المزيد على رأس الساعة بدون أخطاء تحول أيضا إلى حسام يحيا في محطاتنا اليومية للتواصل الاجتماعي سيعرف المشاهدون من حسام كيف يمكن أن يشاركوا معنا في البرنامج وأيضا ما هي الموضوعات التي سنناقشها في هذه الساعة حسام نعم زين مرحبا بكم مشاهدين ومتابعين عبر هاشتاج مصر اندرسكور الليلة بإمكانكم المشاركة معنا كالعادة عبر صفحتين البرنامج على فيسبوك وتويتر وذلك عبر كتاب التعليق أو تغريدة مسبوقة على ذات الهاشتاج كما بإمكانكم أيضا المشاركة عبر كتاب التعليق على النفذة الرئيسية للقناة على الانترنت مباشر داشمصر دوت الجزيرة دوت نت ونستعرض الآن ما لدينا في مصر الليلة في الساعة الأولى البرصة تسجل رابع أكبر خسارة يومية في تاريخها تأثرا بموجات الهبوط العنيفة التي سجلتها الأسواق العالمية والخليجية بسبب هبوط أسعار النفط أما في الشقاء الثاني من الساعة نناقش أيضا مجمع البحوث الإسلامية يعقد جلسة طارئة برئاسة شيخ الأزهر لمناقشة بعض القضايا المطروحة على الساحة الإعلامية في مقدمتها قضية تكفير تنظيم الدولة رغم رفض شيخ الأزهر مؤخرا تكفيره إذن هذا ما لدينا خلال هذه الساعة لا تنسوا إثراء نقاش عبر صفحتها البرنامج على فيسبوك وتويتر ذلك عبر هاشتاج مصر أندرسكور الليلة ليكزين شكرا جزيلا حسام إذن تكبرت البورصة المصرية رابعة أكبر خسارة لها في تاريخها حيث فقدت اليوم فقط أكثر من 21 مليار جنيه من قيمتها وعزى خبراء هبوط البورصة إلى تراجع أسعار النفط العالمية وأثر ذلك على أسواق المال الخالجية موضحين أن خسارة البورصة قد تكون أبسط الخسائر المتوقعة مع تداهر سعر النفط بنسبة تصل إلى 40% ومع ذلك يقول محمد عمران رئيس البورصة المصرية إن الخسائر في البورصة أمر طبيعي ولا علاقة لها بأي عامل داخلي إن البورصة المصرية إجمالا ارتفعت بنسبة 29% طوال العام الماضي وكان أداؤها أفضل من البورصة الخليجية فكيف إذن سيؤثر تداهر أسعار النفط العالمية على المساعدات الخليجية لمصر وفي المقابل هل يمكن أن تستفيد مصر من هذا الانخفاض في أسعار النفط الرابع أكبر خسارة يومية هو الأولى منذ أكثر من عامين تكبدتها البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم بعدما وصل حجم الخسائر إلى أكثر من 21 مليار جنيه منها 10 مليارات جنيه خلال أول نصف ساعة فقط من الجلسة السبب المباشر وراء هذه الخسارة هو عمليات البيع الواسعة من المستثمرين من المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمصرية والأفراد العرب تأثرا بموجات الهبوط العنيفة التي سجلتها أسواق المال العالمية خاصة الأمريكية بالإضافة إلى البورصات الخليجية على خلفية الانخفاض المستمر لأسعار النفط والتي وصلت إلى أقل من 60 دولارا لأول مرة منذ خمس سنوات تحليل أسباب الخسارة امتد أيضا إلى العوامل الداخلية ومنها حالة القلق والمخايف الأمنية المسيطرة على المشهد خاصة بعد إغلاق عدد من السفارات الأجنبية ومن المتوقع استمرار انخفاض أسعار النفط حتى دون مستوى 50 دولارا وهو ما سوف يكبد دول الخليج خسائر ضخمة قد تنعكس على مصر نظرا لأن دول الخليج هي الشريك الاقتصادي الأول حاليا لمصر وتعول الحكومة المصرية عليها آمالا كبيرة في ضخص اثمارات بمليارات الدولارات خلال مؤتمرها الاقتصادي في مارس المقبل وكانت الخسارة الأكبر في تاريخ البورصة في 27 يناير عام 2011 بعدما فقدت نحو 40 مليار جنيه فيما كان الثاني أكبر خسارة يومية في الثالث والعشرين من مارس من نفس العام عقب العودة من فترة تعليق العمل امتدت لـ 55 يوما وفقدت في ذلك اليوم 29 مليار و500 مليون جنيه أما الخسارة الثالثة فكانت بنفس الرقم في الخامس والعشرين من نوفمبر عام 2012 ولمناقشة هذا الموضوع وأثره على حياة المواطن المصري وعلى خطط مصر الاقتصادية أرحب بضيفه في سوديو مصر الليلة مصطفى عبد السلام رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة العرب الجديد أهلا وسهلا بك كما ينضم إلينا أيضا عبر الأقمار الاصطناعية من لندن الدكتور ممدوح سلامة الخبير النفطي الدولي والمستشار في البنك الدولي لشؤون النفط والطاقة أرحب بحضرتك ومعنا أيضا عبر الأقمار الاصطناعية من الكويت ناصر النفيسي الخبير الاقتصادي أهلا وسهلا بكم جميعا وقد ينضم إلينا في وقت اللاحق عبر الهاتف من القيرة على عبد الحليم المحل المالي والاقتصادي أبدأ بك أستاذ مصطفى لو عرجنا على ما حدث اليوم هل هو مفاجأ؟ أنه البورسات الخليجية تنخفض وتفقد منذ أكتوبر وحتى الآن 150 مليار دولار منذ نهاية أكتوبر يعني في خلال شهر واحد تقريبا 150 مليار دولار النهاردة انخفضت حوالي 6% في دبي 5% في قطر ونسب أقل في بوزابي وفي الرياض ليه البورسات الخليجية منخفضة بهذا الشكل؟ ده وضع طبيعي يعني أن هذه البورسات منخفضة منذ فترة لكن الهبوط اليوم كان حادي يعني إحنا أنت بتكلم النهاردة في خسار بتتجاوز 42 مليار دولار وبالتالي دي خسار ضخمة جدا ليه؟ أنت هذه الاقتصادية الدول الخليج بتعتمد بشكل أساسي على النفط في إراداتها وبالتالي أنت مما يقل عندك سعر النفط من 115 دولار ليه؟ أقل من 60 دولار يعني أنت انخفضت إرادات دول الخليج حوالي 48% دي خلت بعض الدول الخليج أو معظمها بدأت تدخل في نوع من التقشف الاقتصادي ترشيد النفقات ليه؟ أنت لما تشوف الموازنة السعودية 95% من إراداتها معتمد على النفط وكذلك الإمارات وي وي لما تجد تحسبها بدأت تحسبها مبارح طيب دول الخليج كان بتنتج حوالي 17 مليون برميل يومين طيب لو أنت ضربتها في 115 دولار يعني هتطلع لك في حدود إرادات يومية حوالي 1955 مليار دولار يومين كويس؟ يعني تريليون 2 تريليون 2 تريليون آه في اليوم لو دول الخليج صدرت كل إنتاجها طبعا فيه جزء بتوجهه للإستهلاك المحلي يعني في حدود 2-3 مليون طيب دول الخليج بهذه المعادلة بتخسر في اليوم حوالي 800 مليون دولار في اليوم كويس؟ وبالتالي هذه الخسارة ضخمة جدا من الطبيعي أنها تنعكس على الأسوأ بل بالعكس تعمل زعر مستمر وسط المستثمرين مما تلقى برصة دبي 15% فيها انخفاض ده انخفاض حد طيب تمام نروح لضيفنا أيضا عبر الأقمار الاصطناعية من الكويت قال أستاذ ناصر النفيسي الخبير الاقتصادي يعني إحنا مش فهمين برضو الحقيقة ليه البورصة المصرية تتأثر بالبورصات الخليجية المفروض الطبيعي أنه إذا كان فيه انخفاض في الخليج أن الأسواق المحيطة بالخليج تستفيد من هذا الانخفاض ويهرب إليها رأس المال ده الطبيعي ليه رأس المال الخليجي في ظل هذه الأزمات هو الانخفاض في الأسعار النفط وتأثر بها لماذا لا يهرب إلى مصر؟ طبعا البورصات يعني تتأثر بالأمور النفسية خاصة في الأجل القصير أكثر من الأمور المنطقية والعقلانية الآن فيه هلع بدأ من أمريكا والخليج ومصر والبورصات العالمية فخلال الأيام الأولى للأزمة نقول لنا يعني الأزمة بدأت من فترة لكن هذه اليوم بداية موجة جديدة لأزمة جديدة فلابد أن يعني أو يعني حالة الارتباك هي السائدة ممكن يكون هناك استقرار والناس تفكر بشكل سليم فاللي حصل في منطقة الشر أو خصة عموما الخليج وغير الخليج منها مصر هذا شيء متوقع من ناحية نفسية ومستحق لكن غير منطقي من ناحية العقلية والاقتصادية يعني هل لأن السوق المصري معتمد بشكل أساسي على المساعدات الخليجية وبالتالي المستثمر الخليجي اللي بيروح البورصة الخليجية مش شايف أنه هو فيه سوق في مصر أصلا لأنه السوق مهتز لأن الاقتصاد هش ولا فيه أسباب أخرى غير ذلك طبعا في الآوينة الأخيرة بدون التطرق للتفاصيل السياسية التي حصلت لكن هناك ارتباط ما بين الاقتصاد المصري والاقتصاد الخليجي لأن دول الخليج خلال السنة اللي فاتت قامت بمساعدات نقدية وعينية لجمهورية مصر بـ 12 مليار دولار طبعا هذه كلها في وقت أن سعر النفط 100 دولار وأكثر الآن سعر النفط انخفض 50% خلال شهرين يعني 50 دولار الآن أو 55 دولار فأكيد وتلقائيا سينعكس على حجم المساعدات الخليجية الخارجية سواء لمصر أو غير مصر وبالتالي وبالتالي هذا يؤثر سلبا على الاقتصاد المصري أكيد أرجو أن تبقى معي أستاذ ناصر معنا أيضا عبر الهاتف من القاهرة علاء عبد الحليم المحلل المالي والاقتصادي رئيس البورصة بيقول أنه لا توجد أي عوامل داخلية لانخفاض البورصة المصرية هل الحال هذا صحيح؟ نعم صحيح وله يوجد أي عوامل داخلية أثرت على انخفاض البورصة لكن الأمر فيه زعر بالنسبة لما حدث في سواء البترول سواء البترول خسر من خمسين في المية خلال أربع شغول وهناك فيه عمليين مهمين ربما يؤثر سلبا على الاقتصاد المصري نتيجة هذا العمر العام الأول هو تحويلات المصري في الخارج ربما اقتصادات الخليج تدخل في منطقة التماش أو متأثر طبعا بالسلب نتيجة هذا العمر فده بأثر على تحويلات المصري في الخارج ربما يأثر على العامل المهم الثاني هو السياحة نتيجة السياحة الخليجية المكونة مهمة بالنسبة للسياحة المصرية ربما قد يؤثر سلبا على ذلك خاصة أن هناك التماش علما أن البترول قد يكون ليه تأثير مباشر على البورصة المصرية لكن مرتبط بالعوامل المؤثرة يعني مثلا حتى بورصة دبي مثلا نزلت حوالي ٥٥٠٠٠ خلال أيام مستدقة رغم أن البترول بنزل دبي مثلا من ٣٥٠٠٠٠٠ فقط من دخلها وعثماتها على السياحة وعثماتها على عوامل أخرى لكن كل ده بيأثر فانت أن كنت في منطقة واحدة والزار موجود في كل الاقتصادات المرتبطة بالبترول لكن في برضو عنصر داخلي أنه مفيش ثقة في الاقتصاد المصري لأنه معتمد بشكل أساسي حاليا على المساعدات الخليجية لكن مش معتمد على نفسه يعني وبالتالي السوق مهتز لهذا السبب قد يقول قائل أنا أختلف معاك المساعدات الخارجية بتمثل دعم لفترة مرحلية لكن الصاد المصري الصاد معقول وجيد وبالنسبة للبورصة المصرية تحدينا ده تكلمنا في ذلك البورصة المصرية أكثر بورصة حققت نتائج جيدة بالمؤشر حوالي 29% حتى رغم خسارة اليوم وده أكبر نسبة مبولة في شرق الأوسط ده حقيقي ده كلام محمد عمران اللي هو رئيس البورصة أنه في السنة اللي فاتت دي البورصة حققت مكاسب 29% تقريبا 29% بالنسبة للمؤشر خلال عام 2014 طيب أنت قلت أنه الأزمة في الخليج يمكن أن تؤثر على الاقتصاد المصري دعني أسأل عن ذلك أيضا ناصر النفيسي وهو خبير اقتصادي معنا من الكويت كيف سيكون التأثير يعني هل دول الخليج مثلا ستكف عن دعم الاقتصاد المصري وإن كان هو الدعم له أسباب سياسية ولا يرتبط بالأساس بأسباب اقتصادي نعتقد أن سيستمر الدعم الخليجي لمصر مستقبلا لكن بدرجة أقل وخلينا نقسم الدعم الخليجي إلى عيني ونقدي العيني متمثل أساسا في المشتقات البترولية هذا ممكن يستمر دون انخفاض أو بانخفاض طفيف لكن الانخفاض الملحوظ ممكن يصيب الشق النقدي من المساعدات وربما بشكل حاد لأن هناك أولويات محلية ومثل ما تفضلت بالتقرير والمقدمة بدأت دول الخليج بالتقشف في الكويت بدأوا يتكلمون أن دولة الرفاه انتهت فكيف أنت تساعد دول أخرى وأنت عندك مشاكل فباب أولى تصلح مشاكلك وتغطي وضعك الاقتصادي وإذا في زيادة للدول الخارجية ومنها مصر الشقيقة فأنا أرد إجابتي أن المساعدات الخليجية ستستمر لكنها ستنخفض ويعتمد الانخفاض على مدى استمرار الانخفاض في سعر النفط ودرجة انخفاض وطبعا هذا يؤثر بشكل أو بآخر على مؤتمر مارس المؤتمر الاقتصادي اللي المفروض سيكون لدعم الاقتصادي المصري ودعت إليه الدول الخليجية ودعت إليه مصر طبعا لأن أكيد وقت الاعداد لهذا المؤتمر كان الوضع مختلف عن الوضع الحالي يعني أنا أذكر بالنسبة للكويت كانت استضافة مؤتمر المانحين لسوريا واللاجئين السوريين فكان هناك تعهدات بالدفع والمساعدة التزمت فيها الكويت وبعض الدول قليلة جدا ودول أخرى لم تلتزم سواء كليا أو جزئيا الآن اعتذرت الكويت عن تنظيم المؤتمر التالي واللي كان مخطط له سابقا لأن ما فيه التزام بالدفع فليش أنت تعمل بهرجة ومؤتمر ومصاريف وتتعب بدون فايدة فهذا ممكن ينطبق بشكل أو بآخر في مصر في مؤتمر المانحين في مارس طبعا نحن نتكلم عن نواحي الفعلية على الأرض ممكن تسمع كلام بالمليارات ووعود وردية لكن لا يطبق منها إلا القليل طيب أرجو أن تبقى معي أستاذ ناصر معنا أيضا عبر الأقمار الصناعية من لندن الدكتور ممدوح سلامة الخبير النفطي الدولي والمستشار في البنك الدولي لشؤون النفط والطاقة طبعا قرار رفع انخفاض أسعار النفط أو انخفاض أسعار النفط جاء لأن منظمة الأقطار المصدرة للنفط أوبك قررت الإبقاء على حجم الإنتاج كما هو هل من مصلحة لأوبك في استمرار انخفاض أسعار النفط؟ ليس من مصلحة أوبك في انخفاض الأسعار وأنا أعتبر أن قرار أوبك بعدم خفض الإنتاج بما يساوي مليوني برميل في اليوم كان قرارا خاطئا جدا أوبك وأعضاء أوبك يخسرون كثيرا من انخفاض سعر النفط بهذا الشكل وبالتالي فهذا يؤثر على ميزانياتهم لأنهم يحتاجون إلى سعر لا يقل عن 100 دولار للبرميل الواحد لموازنة ميزانياتهم فأنا أستغرب من هذا القرار اللهم إلا إذا كان هناك جانبا سياسيا وراء هذا القرار من جانب السعودية وهو إيذاء اقتصاد إيران ولكن جميعهم في هذا المجال خاسرون إذا استمرت الأسعار في الانخفاض مصر يفترض أنها تستورد مستورد أساسي للطاقة رغم أنها تنتج النفط لكن لا يكفيها هل من المفترض أن تكسب مصر من هذا الانخفاض في أسعار النفط؟ وكيف يمكن أن تعظم مصر والدول المشابهة لها مكاسبها؟ الدول المستوردة للنفط سواء كانت مصر أو دول أوروبية أو أي دولة في العالم بالطبع ستستفيد لفترة قصيرة من انخفاض أسعار النفط ولكن في المدى البعيد الاقتصاد العالمي سيعاني كثيرا لأن انخفاض أسعار النفط تعني وقف الاستثمارات العالمية أو الحدي منها وتأثير على عالم النفط ككل والتأثير على اقتصاديات دول الخليج في مجموعها تؤثر على اقتصاد العالم ولهذا السبب فأن انخفاض الأسعار يضر الاقتصاد العالمي رغم أنه لفترة قصيرة سيفيد بعض الدول التي تستورد النفط ولكن لن يدوم ذلك طويلا فيما يتعلق بالغاز الطبيعي يعني احنا أرضا كان بورصة قطر في انخفاض رغم أنه قطر المنتج الأساسي عندها هو الغاز وروسيا أيضا لديها غاز لماذا في رأيك تنخفض البرصات أو الاقتصاديات التي تعتمد على الغاز رغم أنه الغاز ملوش علاقة كبيرة أو بالنفط أو على الأقل ده ما نفهمه يعني له علاقة كبيرة فمثلا صادرات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي مرتبطة بسعر النفط فعندما ينخفض سعر النفط ينخفض كذلك إلى حد كبير سعر الغاز الطبيعي وهذا يؤثر على دخل الدول المصدرة للغاز مثل إيران وروسيا وقطر وحتى مصر إلى حد ما مصر دلوقتي تستورد الغاز من إسرائيل هل هذا يعني أنه سنستورده بسعر أقل من السعر لأبل كذلك مصر يقال أنها ستستورد بعض الغاز لسد احتياجاتها من إسرائيل أو من دول أخرى ولكن مصر كانت دولة مصدرة للغاز لكن الطلب الداخلي في مصر قد ارتفع بشكل كبير للغاز لدرجة أنها لم تعد تستطيع أن تصدر كميات مثل ما كانت تفعل بتصديرها إلى الأردن وإلى إسرائيل الآن هي ستستورد كميات محدودة من إسرائيل ولكن أعتقد أن مصر مقدمة على انفراج كبير خصوصا أنه بإمكانها أن تستثمر اكتشافات الغاز الموجودة في المياه الإقليمية المصرية وستعود مصر إلى قائمة المصدرين وستفي بإحتياجاتها الداخلية أشكرك شكرا جزيلا الدكتور ممدوح سلام المستشار في البنك الدولي لشؤون الطاقة والنفط نشوف أيضا مشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعليقاتهم على انخفاض البورسة المصرية رابع أكبر انخفاض في تاريخ البورسة المصرية مع حساب يحي نعم زين تدول واسع للخبر الخاص بالخسائر على مواقع التواصل الاجتماعي بعض المتابعين ربط بين الخسائر وأغلاق السفارات بينما البعض اعتبر الخسائر مجرد كبوة وهتعدي ننتقل الآن إلى مواقع التواصل الاجتماعي ونبدأ بفيسبوك مصر الليلة نبدأ بحساب مؤمن بيقول دولة الظلم ليس لها إلا الخسارة من وجهة نظر مؤمن أيضا تعليق آخر من حساب نبيل عند وجهة نظر تانية بيقول لا أعلم لماذا يوم الأحد دائما به أخبار سيئة أيضا تعليق آخر من أيمن يا جماعة دي بلدنا ولازم كلنا نوقف على رجليها أقترح شراء جماعي من المصريين الوطنيين غدا الأثنين حسب أيمن أيضا عمر مصطفى إذا كان الشعب كله عنده هبوط البورصة مش هيجي لهبوط وننتقل إلى تويتر نبدأ بحساب أجينست بيقول انهيار البورصة بعد تأكيد المحللين الفنيين صعودها يؤكد أن التحليل الفني فرع من علم الأبراج ويبقى التحليل الأساسي الوحيد القابل للاعتماد عليه من وجهة نظر هذا الحساب نور الدين في إرهاب وفي عنف منين هتكسب البورصة وإن شاء الله التلفزيون المصري هيقول لك الإخوان وراء الخسائر دي أيضا تغريدة أخرى من حساب M33 أكيد عرفوا بالتعاون لمصر تشادي فالبورصة ما استحملتش المفاجأة تغريدة الأخيرة من حساب ابن بلد هل خسارة المال أهم من الأنفس التي أزهقت أو الأعراض التي اغتصبت أو الأبدان التي احتركت من وجهة نظر هذا الحساب ونعود إليك كذلك شكرا حسام وعمومًا البورصة كسبت الحقيقة في مدار العام 29% خسرت النهاردة بس شوية منهم مصطفى عبد السلام هذا التأثير على الاقتصادات الخارجية ماذا سيفعل في الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة؟ كويس عايزة أقول نقاط سريعة البورصة المصرية الأجانب العرب فيها 15% وبالتالي أن الانهيار اللي بيحصل في البورصات الخارجية المفروض ما ينتقلش البورصة المصرية طب ليه البورصة المصرية حصل لها ليه النهار ده أنت عندك وزارة المالية طلعت النهار ده بيان في منتهى الغرابة بتقول فيك الآياتي أن مؤشرات العام المالي 2015-2016 هعمل ثلاث حاجات هعمل ترشيد أننا هرفع سعر البنزين والسولر مرة أخرى هزود الضرائب أننا هعيد أولويات الإنفاق بمعنى الدستور أو الاستحقاق الدستور بيقولك أنه أنفق 4% أو 5% على الصحة والتعليم وغيره طيب أنا أخذ ده من قطاعات تانية وبالتالي هواديها للصحة دي دي اللي عملت ألأ أنك أنت على شهر يوليو الجاي أو يونيو الجاي هتلأ ارتفاعات في أسعار البنزين والسولر والضرائب وهكذا وهي البورصة أصلا بتتأثر بالحاجات آآ طبعا لأن ده بيعمل لك ألأ يعني بيعمل ألأ وبيعمل إجراءات التقاشفية ده ده بيخلي البورصة ترتفع لأنه معناها أن الدولة بترشد بيزانين مش بترشد أنت مما تلأ ضرائب جديدة على رجال الأعمال والمستثمرين والناس العاديين تلأ ارتفاع في الكهربا بيقولك النهاردة هنعمل 30 عدات ذاكي يعني بمعنى أنك أنت الكهربا المسبقة تدفع تيجي أنك أنت ألأ مجتمعي في مسألة أنها يزود لك تذكرت المتر بعيدا عن البورصة لأن الحقيقة البورصة لا تشكل كثيرا من الاقتصاد المصري الاقتصاد المصري الحقيقي اللي هو معتمد دلوقتي على دعم خليجي الدعم الخليجي الأستاذ ناصر قال أنه هو هيستمر لك بوطيرة أقل ده صحيح ده هيعمل إيه في الشارع المصري بص أنت في الفترة القادمة هتوقعي أن أنا في تقديري أن الدعم الخليجي هيقل بشكل كبير لأن دول الخليجي نفسها مش معولة فيها فقراء وفيها وفيها وأنك أنت هتدي لك دعم مادي ما هيجت لنا 12 مليار دولار أيوة بس أياما كان هم أعلنوا عنه و20 مليار اللي أعلن عنهم السيس حلو معينه كل ده موجود برد لما أنت كان دخلك 2 تريليون دولار في اليوم دلوقتي أنت بتخسر دول الخليج 900 مليون دولار في اليوم في اليوم وبالتالي هيدي لك إزاي الحقيقة الثانية المستثمرين اللي كانوا يجيلك عشان يضخوا استثمارات مش هيجوا لأنه في النهاية بيعمل لك انكماش داخلي الأستاذ علاء بيقول لك السياحة الصادرات هتتأثر وبالتالي أنا في تقديري أن الاقتصاد المصري سيتأي ناحية الاقتراض الخريجي بشكل كبير سيقل الدعم الخريجي النقدي لأنه ما فيش فلوس وبالتالي أنت ستعاني وقد ترتفع أسعار حتى البنزيم والسولر في ظل أنك أنت بترفع الدعم عنها أو بتزيل الدعم زي ما حصل للسنة اللي فاتت أستاذ علاء عبد الحليم ما زال معنا عبر الهاتف من القاهرة وهو محلل مالي واقتصادي لعلك سمعت إلى مقاله مصطفى عبد السلام أنه في عوامل داخلية أنه في الميزانية اللي أعلنت عن أوزارة المالية أنه هيبقى فيها رفع لأسعار الوقود رفع للدرائب وإعادة هيكلة للموازنة وللمصرفات في الموازنة ألا يعد ذلك سببا كافيا لأنه البورصة تنخفض بهذا الشكل لأنه زي ما قال أنه 15% فقط مستثمرين عرب في هذه البورصة لا في الحقيقة الانخفاض اليوم مرتبط بالحدث في سوق البترول والانخفاضات نتيجة أن البورصات هنا في المنطقة العربية بورصات مرتبطة مع بعض وأنا أتذكر اليوم مارد دبي علانة أنها ستأجل مدفعاتها بورصة دبي نزلة 4% والبورصة المنطقة نزلة 6% فنوصة أن تأثيرات البورصات تأثيرات مرتبطة بالمنطقة سواء حوادث رعبية أو حوادث اقتصادية أنا أظن أن المؤتمر القادم في مارس ربما سيكون ليه دور جيد خطة أن الأمر مش مؤتمر منع ولكن عبالة عن مشاريع ستطحها مصر وسيكون هناك مشاركة من المنطقة الدكتور مامدوح سلامة قال نقطة مهمة جدا أنه خفض استمرار الإنتاج على حالي إنتاج النفط من دول أوبيك هو خسارة الاقتصاد العالمي وخسارة الاقتصاد العالمي تعني بالضرورة أن إرادات مصر من أشياء كثيرة ستنخفض لا سيما من قناة السويس ومن السياحة لا أنا بختلف بس مع الضغيف من لندن أن أوبيك تنتل تلاتين مليون بربيل يوميا والإنتاج العالمي تتعين مليون بربيل فحتى أوبيك إذا خفضت من الإنتاجها كان الدول خارج أوبيك من إنتاجها فأنا بظن أن الأمر محتاج أن يكون فيه هناك ثوازم وقبل كده لو ستذكر أن دول الخارجة عاشت مع بترول كان بعشر دولار ووحداشر دولار في نهاية التسيماس فأنا بظن أن السوق البترول بيحتاج إلى بعض أن هو يتماسك وأن السعودية رأي أن الأمر يتماسك من خلال سواء من العرض والطلب وأن خاصة من العالم لذلك يعني من أسعار أزم المالية فلسفين الثانية إلى الآن لم يستطع طب إحنا في مصر من مصلحتنا ارتفاع أسعار النفط ولا انخفاض أسعار النفط في الحقيقة في المدى القصير والمدى المتوسط هذا من صالحنا لأنه بيخفض فطورة مصر طب على المدى البعيد على المدى البعيد سيأثر سلبة نتيجة تأثر العاملين المهمين وهو تحولات المصريين في الخليج والساحة الخليجية بالنسبة لمصر طيب أستاذ ناصر النفيسي هل إذا استمر النفط عند هذه الأسعار 55 دولار للبرميل والدول الخليجية بتخسر 900 مليون دولار يوميا هل الدعم اللي احنا شفناه 12 مليار دول ممكن يكرروا تاني الـ 12 مليار دعم اللي خليتهم مصر من دول الخليج أو العشرين مليار اللي قال عليهم السيسي هل ده ممكن يحصل تاني ولا احنا بنتكلم بقى على مليار مليارين حاجات زي كده مثل ما ذكرت لك سابقا الدعم هو كان عيني ونقدي العيني متركز في المشتقات النفطية ونعتقد ممكن أنه يستمر بنفس الدرجة أو بنخفاض طفيف لكن الدعم النقدي نعتقد أنه رح ينخفض بشكل حاد وأكيد ما رح يتوقف لكن سينخفض بشكل حاد تبعا لانخفاض في أسعار النفط ترى ممكن خلال أسبوعين ثلاثة ترد الأسعار إلى السبعينات فيكون الوضع مختلف بس احنا نفترض أن الأسعار يعني ما بين 55 إلى 60 فهذا من المؤكد أنه رح يخفض الدعم الخليجي ليس احنا قاصدين مصر المساعدات الخارجية بشكل عام مصر وغير مصر أشكر لك شكرا جزيلا ناصر النفيسي الخبير الاقتصادي كان معنا عبر الإقمار الصناعية من الكويت وأشكر ضيفي عبر الإقمار الصناعية من لندن الدكتور ممدوح سلامة المستشار بالبنك الدولي لشؤون النفط والطاقة كما أشكر ضيفي عبر الهاتف من القاهرة علاء عبد الحليم الخبير الاقتصادي وأضيفي في الستوديو مصطفى عبد السلام رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة العرب الجديد اللندنية وما زل معكم مشاهدينا في مصر الليلة وفي البرنامج بعد الفاصل بعد انتشار الفتاوى الغريبة عن حل الخمر وعدم وجوب الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم اجتماع طارق لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر يحذر من الأفكار الضالة ويتجاهل قضية تكفير الدولة الإسلامية بعد بيان الشيخ الأزهر لعدم جواز التكفير اشتركوا في القناة